العقل ماكر أحياناً بيخيلك إنه حصل معاك أشياء هي ما حصلة فيه أشياء هيك فيه قصص بديد أن نتقلل يعني ما عملنا النهاية تقللل مجتمع وعمل ما حدا بيقدر المعاناة اللي عم بيتمر فيها الأم طب بتحسي هيدا من المجتمع اللي فرض على المرأة إنه يلا تجوزي على السريع ويلا هنشوفيك عروس وأين تجيبي أولاد كل شي إمتى 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 رعدوها وقتا الأشخاص اللي بعضهم عم بتعرفهم على حالهم بعزبوا الآخرين كتير الأول المجتمع كان مشكلة كل مرة كنا ترنيدوا في أم комнаتنا ترنيدوا حياتي وإنه برمجتوا وبرمجتوا أنت شو هذا البودكاست؟ هلا وقفت لأنني قتلت أخرين لأنه كان كتير أنا كان عندي بودكاستين بودكاست تبع هيل الانترهيو وكان عندي هذا البودكاست بودكاست 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 I enjoy the solo بودكاست بودكاست I enjoy the solo بودكاست about everything you know you don't feel judged or there's like the people the quality people that listen to the podcast people understand I can't talk this on stories صح مصبو but when you start with someone the podcast is about them about them yeah but when you make a podcast it was about life feelings بس بحسه أصعب أصعب بس الكونيكشن اللي تكون مع الناس كون أقوى لأنهم بحسوا فيك بحسوا فيك بتلاقي انه انت بتحب تعبري عن حالك عن طريق بودكاست أو لحالك من انه انت تقدر تقولي رأيك للأشخاص لما يكونوا معاك لا I feel alone أحسن it's different you can't compare them ما تقدر تقارن بين الاثنين لأنه with people you learn from them from them experience بس لحالك you are given your point of view about life, about things بس ألتي لي أنه لأنه يعني you don't get judged لما تكوني لحالك you don't get judged مضبوط لأنك لحالك بس أكيد في عالم تسمع exactly but they feel you لأنه عم بيسمعوك they choose to listen to you they clicked to listen to the podcast it's not like stories on instagram they can skip it but the podcast they listen carefully like it's 20 minutes 30 minutes they keep listening yeah وصاوند بودكاست صاوند بودكاست بس الانتروفيو is تسجل فيديو فيديو بس الثاني هيك واحسن حالك ومتجل وتحكي feel like comfortable وما في في كومنت على البودكاست لا I get like comments on the social media they send you yeah when they listen to you بتحطي sound bites على social media يعني بتحطي clips من الساوند لا I don't بس بودكاست بس بودكاست بس بودكاست بس صراحة انه مش مش ليحقون يعني مش عم I'm not monitoring معم تتفاعل معهم ما بعش انه بس صراحة بدي عارف في تفاعل على في تفاعل you can see the how many people listen to it I see that yeah people can send you messages on your yeah على صفحتك على السوش الميديا they send me a lot يعني the impact is real على اي apple podcast it's on apple podcast spotify and grammy they write and they find it yeah it's nice nice experience سجلت اكتر من 150 حلقة واو قدي مدتها مدتها 30 دقيقة 30 minutes وكيف تختاري مواضيعي احيانا على حسب انا شو مريت في احيانا من قصص الناس يعني بكون في فكرة مثلا هيك مرأة معك بالحياة يعني علاقة البنت مع ابوها sometimes it's about هالبرمجات اللي تبرمجنا عليها وحنا صغار yeah how to get confident هالاشياء كلها تعب الحياة how to learn from life تب ليه بتحسي انه بديك تحكي هنا لانه مريت كتير اشياء لما كنت صغيرة so i feel that you know i'm me with myself but people can listen and i feel the energy with the i feel connected with them by these traumas or by these stories yeah that you are not alone yeah there is some people like you they experience the same thing that you did this is something huge for me بتحسي انه بيحاجي لشي لإلك انت ولا بتحسي انه انا عم فيد غيري فيه exactly it's both to be honest it's really both it's you getting like انت عم تتخلص من هالمشاعر and people they can relate to you yeah i had this and you get good conversations يعني ابصهر بالليلة i'm reading the they said me voice notes like five like voice notes كل هن فيهم دقيقة بيحكولي yeah it's really nice i love this connection with people i always did انا كتير اجتماعية وكتير بحبك يسمع قصص لما كنت صغيرة كنت هيدا ثرابيس تابع القسم بيصر مشاكل بيحكولي وانا يجب لك هالنصائح دكتر فل yeah you feel that it i feel it's a gift لما انت هون عم تسمع الناس وعم تحكي معا it's a gift not everyone can do it some people you can when you are يعني انت عم بتمر بفترة صعيبة بتتصل بأشخاص اللي they can listen to you ويعني ما في في يكون صديق واحد او اتنين بس كلهم اصدقائك وبتحبهم بتحب تمضي معهم اوقات بس في هالشخص اللي مسخر انه هيكي سمعنا he will not judge you he will not judge you it's a safe place he will not judge you وما بيعطيكي رأيو اللي هو رأيو يعني بيخصه لأله مش عم بيساعدك بزاكلي يعني انت بديك شخص to listen to listen وما يعطي رأيو اللي يمكن ما يمشي يعني ما يتطبق عليك تب حسيتي انه انت انت عندك هالموهبة او هالشي لأنه كان في يعني ما لقيت حدا يسمعليك لأيلك لا لقيت حدا يسمعني لأيلي بس يسمعك هيك he doesn't know you he doesn't judge you لما كنت صغيرة يعني بهديك الفترة انا لما كنت صغيرة مريت بأشياء يعني هيك غيرت مسكن كتير غيرت مدرسة I was always trying to fit in عارف yeah to feel accepted but when I grow up أحس انه it was my journey and I have to tell it I don't know it's in the simple things you know هال التفاصيل الصغيرة مش التفاصيل كبيرة انه okay it's not drama it's like الفاصيل صغيرة من الحياة اللي تخلينا هيك نروي قصتنا هارف so yeah ايه بس يعني لما كنت صغيرة بتحس انه يعني لقيت هيدا الشي عندك لانه انت عم تقولينه اشياء صغيرة اشياء سيمبل بس انت ما بتعرف اذا يمكن كنت ما عم تنسمعي او كنت حابي انت عم تقولي I like to get fit in the group او هيدا يمكن لانه ما لقيت انت شي انه تعبري عنه او ما حدا قالك ااخد برأيك بشكل غزالك روحك اضطريتي انك to find yourself احنا كمجتمعات عربي خلينا نقولك كمجتمع عربي ولا كجزائرية انا بنحس انه هال ما ناخد ما نتاخد seriously لما نحكي مع اهلنا واحنا صغار انت مشاعرك they are valid عرف بس بهديك الفترة من كنا صغار no one valid our emotions يعني بتبكي اهليش عم تبكي ليش عم تصرخ no 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 so لما كبرت وصرت مام بحس انه كل هالمشاعر اللي عم بابني عم بيمر فيها يعني I need to tell you it's okay عادي انت بتحس هالشعور مش لا اسكت ولا تحكي ولا تصرخ عرف so yeah and growing up ما كان في باوندريز ما كان في خصوصية يعني انت بتقعد بغرفة كنت صغيرة تغلق الباب بيجو ليش مسكر الباب ليش شو عم تعمل so yeah these small things that هيدا الكنترول اللي عدوني وبعدين بعدين في شغلة انه نحنا منشوف مرات حجم المشكلة علينا مش عالطفل يعني هي حجمة صغير بس هي كبيرة بالنسبة للطفل بالنسبة للطفل حتى مو بالنسبة للطفل اي شخص انت ناو انت تعلمت اشيها مع الحياة مع تجربة الحياة في شخص نفس نفس سنك بس ما عم بيمر بنفس الامور اللي عم بيمر فيها هو ناو he's like facing a problem انت بالنسبة لك شو هل يعني خلاص يعني يلا لازم تسمع له لازم هيك to speak up ويحكي على هالموضوع في فيديو كتير مشهور على اليوتيوب او على الانستغرام ولد صغير عم بيجرب ما عم رأي زي شفتي عم بيجرب معه مج وديحطه على الطاولة شفتك بيمرق بس ستاب صغيرة و هي panic وبكب الماء ورد تفعل امه كانت كتير حلوة انه عم بتقلو it's okay you panic it's fine it's okay يعني هو بالنسبة له هاي الستاب الصغيرة عملت له مشكلة و هي panic مشي كباي يعني exactly فالنسبة له قالنا انه this is a huge thing it's a huge thing for him it's the biggest problem for him yeah this is his problem in life عمر سنتان exactly حتى when you drop something احنا كبار يعني ممكن الكاسة تقول and I don't see it وبتوقع اماجن طفل صغير بيوقعها accidentally ولا الاب ولا الام بيصرخ عليه it's gonna be a trauma in his life ماتن هو سمون حتقعد معاه يعني كل حياته وحنا عقلنا كتير يعني كش نقول ماكر العقل ماكر احيانا بيخيلك انه حصل معك اشياء هي ما حصلت حصلت بس براسك تكون يعني فيها بدية بس راسك بيكملك القصة على حسب انت مشاعرك شو حسيت يعني ممكن مراهقة يعني في كتير من الاصدقاء من الاصدقاء من فاميلي وهي الاشياء بس فيه ناس بتطورها داخل عقلها بتعيش الموقف داخل رأسها وبتطبقوا بحياتها انه صار بس هو ما صار لانه لعما امي بتكرهني ابوي بيكرهني امي ضربتني عملت لي هالاشياء ممكن ما حصلت بس حصلت كمشاعر وتكونت فراس الانسان كممري دايش العائل اللي عم بيكبر الاصدقاء بيكبر الاصدقاء على الحساب انت شو عم تشعر فيه ناس خلال حساس حساس زيادة عم يبكير بس هاي هو هاي مع هالمشاعر اللي عم بيمر فيها وكل واحد عنده قدرة تحمل سبحان الله يعني كل واحد عنده قدرة تحمل في الحياة هو العائل عم بيجسد المشاعر هاي بيجسدها باشكال معينة اللي يعطي المبرر يعني انه ليش موجودة بقول انا هايدي عم بربطها بالاهل او بمشكل معينة سو بيعمل للستوري تبعا احنا بنحتاد مقجوبة على اسئلتنا حتى هو يمر عليها سنين في اشياء هيك في قصص ولا في قصص بحياتنا اشخاص او اي شي بديدون يعني ما عملنا النهايات ما عملنا النهايات بتضل معانا سنين ولستنا عم نعمل سيناريوهات يعني ليش ما قلت هالشي اه ليش ما بتاخد مساحة في حياتنا كتير مشان هيك مرات دكتور نفساني بيساعد على هذا الموضوع بيرجع بيستعيد الزكريات القديمة مطلحها مطلحها بفرجيك اياها قديمة تكون صغيرة هي تكون مثل كباية الماء اللي قلنا على مثل المج هايدي اللي هي تفكرين نحنا تروما اللي هي بس بوقتها كانت كبيرة بس نحنا يعني ما واجهناها فضل بصير تكبر براسنا تكبر براسنا صح لما انت اليوم عندك موقف حصل معك من 20 سنة وتقول اه ايوش يعني حصل معاي اليوم ايكن هندل ات مور يعني احسن بس يعني كان محتم انه يصرف يعني يحصل فدك الزمن معين عشان يعطيك لسن يقويك ايوش 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 اه اجيال اجيال كل جيل وإله وإله عمره يعني هلأ كل ما ععد مع هيدا الجيل هيدا الجيل كانو هو بالجيل نعم انه بعتني بهيدا الجيل بس قصدي نحنا جيلنا اللي خصوصا اللي جيبه أولاد كله عنده نفس هاي المشكلة انه ما بده يعيد ما بعرف ازا أهلي كان عنده هاي المشكلة ولا لا بس انه امله على قد ما بيعرفو بس كلا ياتنا عنا نفس المشكلة انه ما بنا نعيد اللي مرأنا فيه بحياتنا مع أهلنا مع أولادنا بس بيضل واحد يغلط بيضل تغلط وبيضل تعيش نفس المواقف ايوش ايوش يجب ان تخلقها ايوش ايوش دائرة بنعيشها لأنه حتى أهلنا ما كانوا حبينا نعيش نفس الحياة اللي عاشوها هم مع أهلهم ممكن كانت أقصى كانت أقصى عم بتصير أقصى يعني عم بتصير كل وقت بتحسوا أقصى لأنه now أنا بشوفها انه now there is technology و انت بيتربي ابنك وتشاشة عم بيتربيه تربية أخرى يعني you have to supervise you have to كتير أشياء احنا بالمارد يمكننا بنلعب بره يعني what can happen يعني ممكن توقع بس now it's more it's damage in the head بحس إنه من نوع آخر بس يمكن أخذ بالرأي للأطفال صار أفضل يعني أنا بحس إنه الأهل هلأ الجيل الجديد إنه تطور صار يسمع لأبنه قبل ما كنا صار يأتي در كمان صار يسمع رأيه ياخد برأيه صح يعني أنا مذكر ستة ضربت إختي صغيرة عشان جرحت إيدها يعني هي البنت صغيرة جرحت إيدها أم ضربتها أنه كيف تجرح إيدك تبها هي عم تبكي من الجرح يعني بنت شو عمره ثلاث سنين this happens to my brother يعني أنا كنت معاه وخبط رجله وفتحت و my dad يعني كان عم بيصرخ عليه لأنه فتح رجله بس هاي من الخوف من الخوف بس ردت فعل يعني يعني ردت فعل كل فعل ردت فعل وكل واحد بيعمل ردت فعل على حسب هو شو عاش في حياته بس المشكلة الولد بيخدأ أنه هاي غلطه exactly وبيصير يعيش القصص دائما أنه يعني كتير اللي بحب هاي it's not your fault it's not your fault كتير بتريح الإنسان أنه مش مشكلتك it's not your fault العطول نحنا عنا blaming blaming ourself كتير جلد النفس هاي كتير منبصة على حالنا صح نا أو منحط مندير الموضوع منقول نسبة الغلط ممكن تكون من عندي بتقاب بتشكل عدم ثقة للأشخاص جيلنا كله عنده هالمشكلة طبع blaming يعني كتير they blamed us for things that we didn't do يا أخوك وقع انت جالس أخوك وقع انت السبب لأنك انت موجود وما خليت وما يوقع بس هاي مش it's not your responsibility to do it أنا عندي ولدين بس I never blamed يعني the oldest أنه I have to يعني watch for your brother مش مش يعني مش مشكلته هاي وحتى لو غلط منا مشكلة يعني يعني فيك تفهمي انه غلط بس يعني ما تحسسي انه مصيبة yeah this is it بكون في أشياء صغيرة يكون اللي اللي عم يلعبوا بره يعني الام اللي تعيط له بتعيط عليهم انه اللي عم تلعب بره وهي بكون سمحت له من قبل حتى في هال الفيديو اللي شفت على الأم I think you saw it the woman crying and talking about انه motherhood يعني no one prepare you to be a mom you are a woman and then you are a mother and everything change in your life بيتغير كل شي حتى يعني society مجتمع وعمل ما حدا بيقدر المعاناة اللي عم بيتمر فيها الام you have to go to work you have to يعني work like everyone else you go home there is no rest the kids are waiting the husband is waiting يعني it's really hard كلهم يعني but they have to go يعني لما تكون depressed you lay down and take a break but she can't she's a mom it's full time job it's really hard وخلص يعني حتى صحباتها إذا هم مش أمهات رح يتخل مش يتخلوا عنها بس it's not the same هم يطلعوا هي ما تقدر تطلع معاهم يعني الكونكشن هيك بتروح وبعد she need to find a group of moms ويتغير حياتها 180 درجة and no one prepare you for this and this is also hard أنا and now عم بتفهم أمي أكتر عم بفهمها أكتر شفت هل دايما يحبو الأب أكتر من الأم لأنه he's the cool one يعني he's always smiling he's always yeah لا تضربيهم بس الأم معاهم دايما she's always stress hormones وإشياء كتيرة وجسمها يتغير وكل شي يتغير وحتى تفكيرها أولوياتها وخسرت حياتها يعني طلعت من محل أنت ما قلت هي ما تمهد للموضوع وطلعت محل إنها كنت صبية زوجت عجبت أولا أدرة تطلع أدرة تروح عند أصحابها أدرة تعيش حياتها لفل تايم جوب وشوف يعني خليني يقول لك المرحلة أنه مثل ما قلت أنت تكون بنت بدها تكبر بدها تتزوج وبعدين بدها تخلف ما في هال break يعني ما في هال ok slow down look around you ما في so you keep going you keep going and then بتشوف لوصل لثلاثين سنة أربعين سنة ووه يعني who I am مين أنا أحيانا والله I have this question I'm a mother I'm a wife بس أنا أميرة من جو مين what do I like sometimes you don't know even what do you like لأنه you adapt to your kids you adapt to your husband you adapt to your تعملي تعملي بوز لحياتك بتصير بس عم بتحلي المشكلة تب بتحسي هيدا من pressure تبع الحياة المجتمع اللي فرض على المرأة إنه يلا تجوزي على السريع ويلا نحن نشوفك عروس وأين تجيبه أولاد أولاد كل شيء إمتى 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 معطوها وقته نا الشاب عنده وقته آه لسه يعني عيش حياتك آه حتتزوج لا استنى آه حتخلف استنى they tell him to wait والwoman they tell her to rush يعني يلا what's next بيتخلي في الأول يقول يلا ويتخلي في الأول ويتخلي في الأول امتى البنت امتى الذكر امتى امتى so it's really hard يعني now I understand more my mom and my grandma يعني I feel really connected to them يعني I know now why mom she was always angry or why she was always stressed so I respect every woman يعني لما شوفهم هيك stressed يعني بالأيربلاين with her kid ولا بالسupermarket I really feel them yeah and they get stressed more than people that انت تلاع بالطيارة بتتوف المزعوج عم يبكي but she's stressed more than you wallah I swear she's stressed just more than you yeah it's really hard ونحن بنعطيها هيدا اللوك انه يا تعم انه سكتي ومباستيك سايد اي تعرف انه وبيبي عم يبكي ضغط الطيارة ضغط الطيارة وإدنه هيك شي yeah it's hard it's hard انت يا هادا هارد كمان يعني تأخر الوقت انت كان عنديك مضاعفات او مشاكل اللي قدرت تجيبه بيبي وكذا هلأ بتحس هالمصاعب مرأتي فيها مشاعرك مختلفة من نسبة الله ابنك صحيح صحيح ما بعرف خدت وقتك اكتر لا انا انا ما اخدت اكتر لانه اتزوجت صغيرة اتزوجت 22 سنة يعني كنت بداية مشاريعي وحياتي وصوشال ميديا بس الحمد لله انه انا زوجت عن حب ما كان زوج تقليدي ولا اتزوج بس في بنات كتير ما عندهم هالاختيار سباشي يعني بالارب يعني بعضها انه سن لازم اي لازم تتزوجي احيان اختيار المرأة ما يكون اختيار لوجيكل يعني خايفة انه يعني رح تندم انه ما تزوجت هلا مي ماي بروبل يعني كتير نساء عندهم نص المشكلة اللي عندي انا تكيوس مبايض واشياء كتير هيك خربطة بالهرمونات بس لا احد يخبرك ما بيقولولك يعني انه هذا شيء ممكن يكون يصير مع اي حدا بس لا نعرف معلومات احنا كنساء ما عندنا معلومات على جسمنا على صحتنا احيانا تبقى 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 ما هذا ما هذا تبقى 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 موش بس تبقى هالغضة الدرقية ما بيعرفوا انه هاي كلها هرمونات كلها كلها اشياء لدونه تب ليش لانه ما في ما في وعي ما في الاهل ما بيحكوا مع الولاي مو بس الاهل حتى الاهل ما ما بيعرفوا ما بيعرفوا حتى يعني سن المراهقة هو اصعب سن للانسان يعني بنمر بتغيرات كالرجل كالمرأة بتغيرات في جسمنا بتفكيرنا بكل اشياء بس بتحس انه انت you are facing انت عم تبلغ وعم فيه هرمونات وفي اشياء وفي عائلتك كأنها ما مرت بالمراهقة عم يضغطوا عليك اكتر والمجتمع عم يضغط عليك اكتر وعم تعمل اشياء انت ليش عم تعمل هيك وانت ليش عم تتغير هيك بتحس انه اذا كان ما فيه دعم بالعائلة بتحس الانسان يصير انطوائي لهيك كتير ناس بيتغيروا بالمراهقة يعني هو طفل يكون هيك ايبر اكتف وفرحان ويكون مراهقة بعد مراهقة يصير الانسان تاني لانه في مراهقته ما حصل على هالدعم انا فورمي ايويل فالاهم اذا ما كنت موجودة لابني بهالفترة اذا ما دعمته اذا ما قلت له انه انه اتس اوكي انت عم تتغير عم يتغير صوتك عم يتغيره اشياء في جسمك هذا عادي اذا اريد ان تتغير عن شيء انا هنا انا اريد ان تغير اريد ان تغير اريد انت اريد انت اريد انت ان شاء الله انت جربتي انه كمان تلاقي حالك بمطارح مختلفة اختلفة بس لانه ما كنت عرفي شو بدك بالحياة حتى اليوم انا هادا هارونو ما بعرف عمدي كتير هادة بيت ما يصل في يعني ان اميرا what's next what do you want you wanna stay you wanna go you wanna هارونو لما حكينا بالكواليس انه لما يكون عندك اولاد it's harder يا صعب يعني بتفكر فيهم كمان انا اذا كنت على حالي عندي هيك اميرا بتعرفي شو يعني people are lucky اللي بيكون عندهم self awareness اللي هو وصغير عارف شو بده عارف شو بحب عارف شو بحب يعني يعني يمكن مية بالمية بسهلة للمستقبل واذا مش موجود بيجي مع experience بس يعني بدك تدفعي حقه بدك تدفعي حقه عمرك لتعرفي شو بدك يمكن يمرو عشرين سنة experience لتعرفي انت شو بدك انت شو بدك عم بحكي على الأشياء البسيطة يعني مين الشريك تبعيك مين شو البيت اللي بتحبيه وين بدك تعيشي شو الستايل شو الكارير اللي بديك بيضله من هي بس من من تربية ولد كنت عم تاخدي رأيه بمرحلة معينة انه ازا قلك انا ما بحب هاي او هاي التي شيرت ما بحبه ما في تي شيرت لونه احمر ما بدك تلبسها it's fine وشوال مصيبة يعني ازا لأ بدك تلبسها هايدي احلى او تقليلو هاي احلى بس تم هو ما شيفها مش حلوي هو كان عم بيقلك مش حلوي لانه عم بعبر عن رأيه يمكن هي حلوي بس حلوي بنظرتنا نحنا بس بنظرته هو لا بس بنظرته هو مش حببه اوكي فانه نعطيه الفرصة يعبر عن رأيه بتساعده بالحياة وبت يعني بتسهل عليه قصص كتير يعني ما تصوري قديش يعني الحمدلله انا هي it's hard work انه انا بلاقي انه اشتغلت عليها انا شخصيا ولا ما كنت موجودة لانه تربيتنا ما ساعدت بها الموضوع بجتمع العربي كتير هاي برمجة يعني تعم بتمرمج ابنك انه هاي حلوة هاي مو حلوة وهاي وبصير بده ياخد رأي العالم تبه بطل عنده رأيه اللي ما عنده رأيه بصير بده يروح يشوف اوكي هاي احلى بياخد رأي العالم حتى كلمة انت حلو الام والأب لما يقولوا لأولادهم اوكي الاد تلين دوتر تلين دوتر تلين دوتر تلين دوتر انه انت حلو تلين دوتر تلين دوتر هاي بتخليه واثق من حالو ولا بانك كثير بتخليه كتير واثق من حالو احنا كعربي ما بنعبر على الحب مابنننحضن بعض ما يعني we're always on rush حتى بتحضن أمك يشو بدك ليش عام بتحضني بديك شي في مصلحة واحنا نربط هالمصلحة بالحب يجب أن هناك شيء يتوقع نحن لا يستطيع أن يكون أبناء أو حلو أو ذكي أو شاطي وهو يخذه من المصدر الذي يرى هو أفضل مصدر بالنسبة له يعني هو يرى أنك أكبر شيء بالحياة بالنسبة له فإذا ما أخذ هذا الشيء منك ما رح يلقيه بره للأسف للأسف يجب أن يجب أن يجب الواقع كل مرة يجب أن يجب الناس أن يخبرهم أنك جيدة وحتى لو كل الناس يقولوا أنك جيدة وح именно إعجابة أرى أنه يجب أن ي dzień aros أن السباق الطويل يجب أن يجب الأول الأول إعجابة او الارضاء الاخرين او احد الرضا ما بعرفوا بالمي تربية صعبة نشوفها اني اكبر انجاز بالحياة تربية الشخص تربية طفل صغير تب خبرني كيف اشتغلتي على حالك يعني اول شي شخصت المشكلة تشخيص المشكلة مستاتني عم بشخص المشكلة بعدي عم يعني هاي بترجع للرفرنس اميرة انه كمان انه لا يعرف مشكلته الواحد بده رفرنس يعني شي قارن فيه مش بس مقارنة انا نشوفها انه اوكي انت تقول اه خلص I found myself وبعدين بديك هال you know doubts it wasn't that it was something it was a phase خليني keep searching وحس انه you will keep searching until you die يعني دايمن ام ام تجتهد عشان you find yourself عشان نفتئن هالاشياء كلها it's a Russell صح البروتوكولات if I want to say something I say it why you want to say something يعني يعني بنكون حنبعت الرسالة اه ام ماجناح يفكر هيك ويفكر ليش عدنا هاي هاي الـ الـ yeah هالالشي for me is something that I'm working on اذا عندي feeling ولا بحس شيء من الشخص بقوله ياه لانه اذا ما قلت له ياه بصير بردا من هالشخص ويلا تتحسن الانشخص فاهم عليه مم yeah this is yeah لانه انا when I have a feeling or a doubt I leave yeah this is my huge problem بتحسي اميرة انه الاشخاص اللي بيكونوا يعني بعدهم عم يتعرفوا على شخصيتهم وعلى حالهم بعزبوا الاخرين yeah كتير yeah yeah ليك بنشوفهم عم ب لما واحد بيكون healing ولا بي he's figuring out himself بنشوفهم عم يجبت شوي على الناس حب يرتائل يكون لحاله انطوائي يكنسل طلعات يكنسل يعني يكيف يكسكوسي انه ما بده يعزب الناس معاه yeah I don't want to talk he just hide yeah طب كيف كيف زوجك يعني تقبل هالشي او بيبعنا كمان عم بيساعدك يمكن تنينتكن عدتكن نفس المشكلة وعم بتساعده بعضكم which is fine which is fair this is it he's so supportive and I am so supportive الحمدلله يا رب بس we are facing the same thing yeah كلما I'm not feeling noise like me too we have this like you know this in your heart sometimes بس حلو بتعرفي لما يصير واحد كمان لما يكون انسان صريح مع حاله ومع شريكه وعم يصف له المشكلة أهم شي أهم شي أهم شي هي الصراحة أهم شي هي ال we talk there is something we talk وهي ما علمناها دغري يعني مش يعني اوكي تزوجنا خلص صرنا بنحكي أه first year of match was hard يعني كل مرة كنا يعني tornado at home يعني my ideas and his ideas يعني برمجته وبرمجتي وطريقة التفكير وطريقة التفكير كتير مختلفة يعني الزواج شيء تاني يعني صحبة it's something وزواج حاجة غير وبعدين يعني كنا وصلنا للمرحلة لأنه ينصلح الأشياء ونحكي and we leave our truth لأنه كنا عندنا ماسك and you want to be perfect for him and he want to be perfect guy for you so بنلبس هال أقنعة لنبين perfect وبعدين you get tired لهيك في كتير ناس عم they get divorce وبطل يحبوا بعض لأنه they are tired of pretending انه I'm this guy or I'm this girl yeah leaving your truth is the most wonderful thing يمكن خايفين نفتح الموضوع كمان خايفين الخوف الخوف هذا اللي خليك تخسر أشخاص ما نخوف شجاعة إذا انت عندك إنسان you are doubting إذا هو صح إنسان لازم يبقى بحياتك you have to face him إذا حكيت له حقيقتك وراح it's not for you this is relief this is relief الحمدلله يا رب هالإنسان كان مقرع أنه يبقى في حياتي ايه وفي ناس هيك احنا بننضج وهي بتوقع مثل أوراق الشجرة وفي ناس تبقى معانا وفي ناس بتروح this is life حتى يعني زوج حتى إنسان كتير قريب حتى أخت حتى أخت حتى أخ we know family is blood but sometimes your family is toxic sometimes you have to talk بتعبر بتحكي على التروما اللي حصلوا في أحيانا خالات أو عمات يضربوكوا أنت صغير ولا يحصل موقف ويبقى براسك طول حياتك you hate them يعني في هال مو أنك مرتاح معانا هم هم دا يفورجت بوتت لهيك يقول لي زوجي يقول لي هالشي لأنه هو تعرض لهاشياء كتير هو صغير لأنه كتير يحب يلعب فوتبول وكان كتير ناس بيعني مزقوله الكرة ويعني في الشاعر يعني بيلعبه بس يقول لي ولا مرة تحقري طفل صغير تحقر يعني تحقر يعني تحقر يعني تحقر يعني تحقر يعني بيتذكروا هالشخص اللي منعهم اللعب اللي صرخ عليهم اللي لأنه هيدا الشيء الصغير هو كبير بالنسبة لعنه ما تعرف امتى عم بيسجل عندهم بتسجيل بس when it's like the red light is on you don't know امتى عم بيسجله ما بتعرفي متل ما قلتي كمان يعني ما بتعرفي الشخص اللي أكبر منك قديش هو شخص ممكن يكون سيء مش معناته أكبر يعني أفضل ممكن يكون هو عنده عاش ترومة معينة وصار صار يعيش ترومة طول الناس لا وخصوصا للأطفال يعني 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 بعيد اللي صار معه مع الطفل أنه يقولوا لا ما تعمل هيك يعني أو شيء يعني بتحسي أنه هو ميرق معه يعني 90% من الأشياء اللي نحنا منحب نعملها للأشخاص هي سايرة معنا نعم إلى أكبر نصيحة بقدمها للناس إنه ة يدونه انت رح تشارك بطرومة هاد الشخص لما يكبر حسن عنده ترومة من جارو نحنا كنا عنده الشخص معين بيبقى براصنا إنه آذانة مباق براصنا بس بقى براسنا مباهي مباهي يعني وهذا شيء ماذا حكيتي عن أنه المشاكل اللي بتلاقيها من النساء الأصحاب أكتر من مشاكل من الشباب الأصحاب بالنسبة لقلك أنت ميه كبنات كبنات وقلت المرأة وعدوة المرأة لأنا ما بشاركك كثير المرأة ما أنا عدوة المرأة المرأة لازم تكون داعمة للمرأة بس إحنا في البرمجة في كثير هالكلمة المرأة عدوة المرأة والغيرة بين النساء بس أنا أحاول أن تغيرها يعني كثير أشي عم بعملها عشان أغير هالشي على هالمفهوم تقع المرأة عدوة المرأة طبع أنه أول شي شو اللي يخليك تفكري أنه هيدا الشي موجود أو شو واجهتي وكيف عم بتغيري لا موجود لأنه هو مثل يعني ما بعرف كل بلدان عربية بس أنا كثير بنقول المرأة عدوة المرأة لأنه دايما المرأة لما الرجل يمكن أن تجد مرأة ما في هالغيرة بيناتكم تبع هو طالع في شغل في مصلحة مصلحة وشغل ما فيه طالع أحلى مني ولا لابس كنزة أجمل من كنزتي ولا ما فيه يعني شوي يعني إذا كانوا في رأسهم بس بالنساء في كتير هالمواضيع ومين عمل الرجل الرجل وهي بتكون الغيرة عند المرأة لأنه هاي طبيعتنا بس أنا ما بعتقد طبيعة هي بات برمجة بعتقد سيطرة من الرجل على المرأة يعني هو حتى أو الأهل اللي مش ضرور الرجل يمكن تكون الأم أو البي اللي هي أنه نطري على العريس خليكي قاعدة الليمتيشن بحياتها للمرأة الموجود الرجل أنه فرص فرص النجاح بالزواج أو بيعني أنه تلاقي الشريك أحلامة أو هاي دا بري لمتد على يعني مش لمتد بالعدد لمتد أنه بالمواصفات يعني أنت أنت ما تحركاتك جدا دقيقة وصعبة فمفروض تكوني بهيدا العمور مفروض تكوني بهيدا الشكل بهيدا المواصفات بهيدا الدراسة بكل هالأمور ضغوطات المحطوطة على المرأة مش موجودة نفسها عند الرجل فهي صارت بمحل في منافسة يعني بمعنى إذا بنت يعني أكتر عنده حظوظ أكتر صارت منافسة لإلي الشاب ما عنده يعني الشاب الأشياء الطلبات الطالبين منه الأهل أقل بكتير أنه خلص أنت مثل ما أنت بينجي بس كن رجال بس رجال خلص بتتجوز دغري عادي مين ما كان حتى وتغلط حتى يعني أنت دايما يعني حياتك يعني it's ok عادي حتى وتغلط عادي حتى يعني ما في شي بعيبك يعني هي يقولك العيب في المرأة العيب مش في الرجل هي ما في شي بعيبه الرجل ورجال وين بده نحفي عنا بنقول أنه إذا حدا ابن طلع أنه صبي وين بده يروح يعني it's fine هي يصهر ورح يعني ويرجع هي يصهر وكذا وتصفاني وبنات وعادي يعني بس البنت يعني يا هاي حتى هذه عندها عندها علاقة بالهالغيرة اللي موجودة بالنساء طيب يعني شو الحل برعيك الحمد لله يعني في الحمد لله there is support بين النساء في support كبير يعني أنا I'm seen it يعني مشوفه في كتير دعم بين المرأة وحقوقها وهالأشياء في هاي لسه في ناس عندها بنات في غيرة من بنات بس يعني عادي بس ما بتلاقي إنه الحل هو يعني يمكن الغيرة هي نتيجة منها منها هي الأساس يعني ما بعتقد إنه المرأة عم تحارب المرأة نا ما عم تحاربها هي نتيجة غيرة أو نتيجة منافسة منافسة بس بعتقد يمكن the more we empowered a woman نعطيها نستمع على رأيها تكون هي مثقفة ومعلمة وعندها حريط الاختيار أنت تتزوج ومين تتزوج وإذا بدها تتزوج ولا ما بدها تتزوج we are getting there لأنه في نقطة مهمة تبع الاختيار في كتير شباب رجل بيفكر إنه إذا بيقوم المرأة بتصير تنافس الرجل هي ولا مرة كان مرأة تنافس الرجل مستحيل يعني نتنافس حتى يعني لا физically ولا mentally ولا لا بس ما أنا لحظة شوي أنا مبوش إيكون يعني ليش ما بدها تنافسي لأنه إحنا مو لازم نتنافس مش لازم مش لازم هي مو طبيعتنا أنه نتنافس إحنا لازم نكون support to each other يعني there is no life with only men there is no life with only women we need support إذا منتنافس كل واحد مجاله مجاله عادي يعني تنافس الصحي تبع شغل ولا عادي بس التنافس تبع الحياة it's not healthy there is off balance كتير بنشوف أنا أيدو بليف in energy أوكي وإحنا النساء عنا خصائص خاصة فينا كسوى جسديا ولا روحيا والرجل كمان إذا الرجل ما عاش في بيئته he will be in the feminine side energetically the woman she will be in the masculine side energetically also and يكون في كتير أمراض الهرمونات حتى الهرمونات حتى الهرمونات تبع المرأة يسببوا لها أمراض اللي هي مو واعية فيها فهم معنى يعني المرأة إذا أنت you want a happy life قولك happy wife happy life you want a happy life you have to be the provider وش بس بالمصاري provider بالحب provider للأمان when a woman feel this she will give you she will multiply it بس إذا المرأة عم بتعيش بالخوف وهي مش مشاعر مرأة لازم هال مشاعر ما تعيشها مرأة إذا كانت with a supportive husband الرجل اللي عيش الخوف هيك نهندل الخوف عندكم هالقوة تبع 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 يهندل الخوف يعني انت خايف بس يمكنك دو بس المرأة لما بيتخاف يعني شعر بيهر حتى بوشرتها كل شي انه هي هيك كتلة مشاعر وهرمونات لذا اعتقد انه كل واحد عنده مش رول بس عنده his part I don't know if you get it it's energy يمكن شوي مايلي هون بالعاطفي اكتر شوي من الامور الحسابية او logic يمكن يمكن شوي صغيرة حتى القصص تبع النساء حتى قصصهم ومشاكلهم مختلفة على مشاكل الرجل في اشياء بيتمر فيها المرأة الرجل for him it's stupid الرجل المواعد حسب وين هي نحطيت وعلى شون عطت هاي مشاكلها الرجل إذا أبكى يعني في أسباب بس المرأة يمكن تبكي بدون سبب ممكن تبكي لأنها حساسة حست بشي ممكن تبكي من خوف ممكن تبكي من فرحة يعني في كتير عوامل بتخليها تبكي it doesn't mean that she's sad or depressed يعني sometimes you just cry you need to cry you see here that we are different we need support we need a hug we need someone to listen to understand حتى انت عادي بتوفها انت شي سطحيب بس يعني be there for her listen to her اوه اقول والله اوه this happens اوه 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 so yeah that's it sometimes you just have to fake it to make her happy no i don't agree on this i mean تفاكي يعني you understand but sometimes you don't but it's okay something يعني ما بحكيلك على مشاكل حياة كبيرة هيك بصص بتحصل في حياتها انا كلامك مضبوط بس يمكن ببعض المجتمعات بس بترجع بتليقي انو المرة ممكن تكون بمجتمع تاني قادرة تهاندل هر اموشنز وعندها يعني عندها كل الباور وقادرة تدير شركة طويلة عريضة وقادرة تعمل اي شي ومانا بحاجة حتى هاي الاموشنز we need emotions in our lives you need emotions we need emotions مشاعر من لازم نعيشها مو بس نعيش مشاعر هاي نعيشها وهاي يعني we reject it لانو رح تصعد لك مرة تانية بحياتك هتيجي عند المشاعر اللي ما حسيتها بسنة الفين وعشرة and coming now you have to feel me yeah this is the process I'm trying to figure it out بتلاقي انو بدي رأيك بالحجاب لانو انت امرأة محجبة من ناحية الاجتماعية مش الدينية والمصاعب اللي المرة بتمر فيها والبنت مثلك انت يعني عالسوشال ميديا امرأة مثقفة وعندك بودكاست وعندك اطلالات اعلامية و يعني وبوبليك فشو بتاعتي رأيك لحتى البنت المحجبة بتسمعك ويعني رأيك الصريح بالموضوع الاجتماعي انا اجتماعيا رأيي الصريح انو المرأة حرة انها تلبيها تلبيها او لا حجاب لانو 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 تلبيها تلبيها لتلبيها 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 او تلبيها بفرنسا بيوروب كثير في عنصرية تجاه مرأة محجبة أو منقبة او انا فورني لتلبيها لتلبيها تلبيها سيئة تلبيها موجودة بس بناءا على شو يعني مش هاي المعايير موجودة بناءا على ستاندرد نحط لقلنا مع المجلات وبالتلبيها احنا معنا العنصرية مع ال يعني الكلاب كل ال حلوين مع انه بيكون شكله غريب يعني بس تشيلينه نحنا فاذا بتخطيك مثل انه نحن لما نطلع بالحيوانات منشوف ان كلهم حلوين منشوف الفيل الحلو مع انه ضخم ومنشوف يعني مهم نقول الزرافي انه يعني كمان كل شي له جماله دراجع معنا العنصرية مع الحيوانات بس عنا مع الانسان لانه حاطين standard نحن نحن عطين standard وعم نبني عليه يعني اذا منشيل هيدا standard كل العالم حلوي والبشع هو بشع بقلبه بقلبه ومعاملته مع الاخرين بس انا نشوف انه لأسف احنا بألفين وثلاثة وعشرين اليوم بس لسه في ناس كتير راسيس ودارسين وعين وكل ما بدك ودي ترافل بس لساتهم راسيس لأسفل 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 نشوف نشوف ويشع انها ام لأسفل لأسفل احنا احنا اعطال احنا 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 أنا لا أختبر ، ياني لا يتعرف أنهم مجزائرية واني أخبرهم أنا أخيري أخبرهم أنهم أخيراً يا أخير لكنك أخير ليس لغة أخيراً لأخيراً أخبرت هذا عنه لأقصد في عاماً وقمت هذا صحيح مجزاياً لا أخبرهم أجلهم أنه أخبرهم كيف يسمونك أحاول أن يتكلمون بشكلف جيد وأنا كذلك أخبرهم أنه من أغاندان وقالت نفسه نا نحن الافريكان He said, انه 1400 انا نحن الافريكان He said yeah but you don't look like an african I said yeah we have like in Algeria we have all skin colors He said, yeah okay you have skin like.. He said, yeah yeah okay I'm learning something new اكتجاه الناس اللي عندها دارك سكين. وانا حضرت وشفت هالاشياء. العنصرية مش بس عالدارك سكين. على نصرية. على الجنسيات. جنسيات ايه. عنصرية طبقية. مثل ما قلتي على الحجاب على ال اوبن كمان. يعني هلأ احنا بيقلك حتى الامرأة اللي عندها انفتاح او اوبن مايند كمان بتتعرض للعنصرية. كلنا هيكل. هيك انا عم نحكي انه لساتنا بـ 2023 وفي عندنا هالمعاملات. في كتير يعني ومثل ما قلتي هدا السؤال اللي ما بحب اللي سألتي لالشاب الاسمر اللي قلتي انه where are you from. هيدا السؤال نحنا كتير نسأله. كتير يعني دغري منا الحدد تعال. yeah where are you from. كيف انه هيدا السؤال انه حتى انه يمكن ازا قالك بك تعرف من اي منطقة كمان تفوت بـ details اكتر تعرف يعني اكتر يمكن عن الدين من ايا. I don't care. I want to know لأنه it's a question that we ask هيك يعني. انا بحكيك خصوصا باللبنان. اي. يعني اذا بـ من وين من لبنان اوكي من اي منطقة. اه بالعرب. يعني فكلنا عنا هيدا الشيء. انا ما بفرق ما بعرف. بالأسف. انا بكيكي يقول لي انا حلبي ولا ما بفرق. انا سوري سوري لبناني لبناني يعني فلسطيني فلسطيني ما عندي هال ما بعرف اصلا يعني شو فيه في الياه. بس عادي. ان شاء الله بتيتغير هالامور. ان شاء الله نكونوا يعني كبير للعرب. كون احنا يعني اللي بيجمعنا انسانيتنا. انسانيتنا. ياه. يعني ما في هيك جوجمنت وحلو. ما بنقاس انه بلدك فيه حرب ولا ما فيه ولا يعني انت بتعامل كا. كانسان. تفاهم عليه. شو المواضيع اللي انت عمليها بالبودكاست هيكي. مواضيع البودكاست مواضيع كتير هيكي. سبيريتشول. انا بحب المواضيع هيكي اللي ديب عميقة هيكي. بتخلينا يعني نتجرد من كل الاشياء اللي مبرمجين عليها. وانو as a person we feel it. اه. المرة اللي فات حكينا على اه البرمجات الخاطئة. وهذا موضوع كتير يعني كنا علي عليه تفاعل. اه و وصلي رسائل فضيعة منو. اه و excuses two كانت حلقة تبع القانون الجذب كثير من الناس حبوها خبرين على البرمجات الخاطئة نعم نحكي عليها هي التربية اللي كنا نحكي عليها هي الأشياء اللي كنا نحكي عليها هي الأشياء اللي كنا نحكي عليها أنها هي هي الحقيقة وهي هي طلعت كما لدينا منهم كثير ومش بس بيرجعوا للأهل بيرجعوا حتى للأجيال اللي قبل نحن نورث مش بس المصاري نورث حتى تروماز من أهلنا حتى الانسيكوريتيز نورثها وطاقة الجذب طاقة الجذب أنا اي دو بليف واني نريد شيئا واننا نحن 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 انا اي دو بليف انا اي دو بليف 100% وحتى بمارسة يعني إنه مثلا إذا أنا بدي اشتري غرض أو شيء أو سيارة يعني حتى لو مش إمكانياتي بروح بحوم حواليه مثل النحلة يعني 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 بعيش اللحظة وبلش تفكيري بيصير مش تروماز عمقول غرض مادي أو شيء بس أي هدف بالحياة يعني بصير نفسه بصير عيشه حتى لو مش إمكانياتي بتلاقي مركز عليه حطيته براسك يقول لك انت آه هذا إنسان رحب حشاب راسه رح يعملها هاي كمان يعني تجذبي مش بس الشغلة بتجذبي الأشخاص أشخاص أشياء اللي بيأمنوا لك الطريق هيدا هم يسعني يتسخروا بحياتك أشياء حتى الريض وحشاب و الأشياء فيه الكتبس أنه وعندما تفعلها تفهم و وعندما تدعي تشعره الهيومان الهيومان ها نناعذ فيه دراسة تبعه الهيومان إنه كل إنسان هو مختلف نحن فيه بروجيكتر فيه مانيفستر ومانيفستر جينيريتر وفيه جينيريتر أفف والما بعرفه ايه شرحيه لكريت وبالعربي شو يعني عنديك يوم بالعربي بلصف عندي يوم بالعربي نترجمون هلأ ايه كل إنسان إذا عرف هو حتى بشغله بحياته رح يكون أسهل نا لأنه البروجيكتر يعني البروجيكتر يمكنك عمله بحياته في 4 أسر يترك فيه لابتوب يمكنك عمله بحياته تبع أسبوع تبع شهرين هذا اسمه بروجيكتر والمانيفستر يعني هو شخص هي مانيفستينيز أصلا وهي يمكنك عمله كبير من تساكس في اليوم هو مانيفستر وإنت لما تعرف ملتي تساكسر يعني إذن إذاً تتعرف هتسهل لك الأشياء الإجابات يعني الانسرز تكون موجودة آه ليش أنا ماني مثل أخوي هو يحب ينوض يعني يصحى بكري ويروح الشغل ويشتغل كتير وأنا عم نطلعيك يعني مافي شي مختلف عنك هلأ اليوم كنا عم نحكي بالموضوع مافي شي مختلف عنك عم نتغدى وعم نحكي نفس الموضوع هيدا إنه على كل واحد شو عنده شخصية يعني من فسأنا أنا من الأشخاص اللي بحب روح على بيتي من نفس الطريق ما بحب غير ايه ماتحب تغير لانه راسي بمحل تاني اعم فكر إنه في أشخاص بحبوا يعملوا الـ discovery أكتر بكونوا يمكن عندهم هيك يعني بحبوا يستكشفوا مغامرات مغامرات في ريسكي بيبول في ناس لأ وهي في الشركات حتى في الأمريكا ليش عملوا هال human design عشان يعرفوا أنت يعني إذا وظفوك أنت وين رح تكون هاي دراسة يعني إذا كنت أنت يعني بروجيكتور رح يحطوك في هالفلد وانت يعني عندهم كل شي ويكون يعرفوا هالشي برسم تاريخ ميلادك هل مين هالقصص هلأ قديش هني علميين ما بعرف ممكن نكون نحنا كل واحد عنده اختلاف بأكيد في شغلة طالما نحلل هيك تحليل الشخصيات حسيت هالشي لانه حسيته عنك انت بس لانه كمان انا عندي نفس هيدا الشعور اللي هو انه الشخص اللي ما بيقدر يعبر كتير هو بالمستقبل بيطلع هارد ووركر لانه بده يشتغل كل الامور دبل وبده يعمل تبروف اكتر بالحياة فبتعب حاله وبيطلع يعني انه يعني بيطلع يمكن بيشتغل ثلاثة اربع مرات اكتر لو انه هالشي منه صحي ثلاثة اربع مرات بينجح بس صحي لإلو هو لا مش صحي لإلو هو صحي لإلو انا لا اعرف بعض الوقت انه يحب العمل انا احب العمل اذا بيبقى بالبيط بيحس حاله ليس له يعني بيحب هيك يعني بيشتغل يحب عيديات يحب عيديات لانه هو مصنوع هيك بس فيه اشخاص تانية بس فيه اشخاص تانية دي كانت دوت بس فيه اشخاص تحكي معي قولك انا I want to work and then I rest I go on an island قولك واحد تانية لا I don't want to rest I want to work انا رحت عالمالديف وعصبت هناك same same one week I felt it a year ما معرف انا من الاشخاص لانه راسي عم يشتغل محل رواقق انا كثير يعني وما بتطلع منه يعني if something happens يعني you are stuck inside طيب محالج النفسيين احنا عمي لانه الطبيعي شوفي خلينا واحنا نعمل ندرس شوي الطبيعي انه تكوني قادرة تفصلي مية بالمية بالحياة عن الشغل وتفصلي وتكوني مع اصحاب ما عندهم يعني عيجيين عم يحكوا امور بسيطة بسيطة وسهلة ويمكن ما انا معقدة يمكن انت سخيفة بس فان وفيه اشخاص قادرين يعيشوا دراما فيه ناس بتحب الدراما يعني 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 وفيه اشخاص ما بيقدروا يعني انا من الاشخاص ما بيقدر كون الا ما كون مع اصحاب بالمجال لانه 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 ولازم نضل عم بشتغيل مع انه هيدا اللي عم اقول انه فيه اشخاص قادرين يعيشوا الحياة ببساطة وبسهولة وب peace of mind و less work و less stress بس انت مش منهم هيدا اللي شفته لا انا stressed all the time working all the time حتى لما i take a break high five حتى لما i take a break i'm working and it's me كتير اوقات يعني انا كتير انا ام doing a lot of healing واشياء واشياء to know who i am و كتير اوقات يعني بوصل هال conclusion i am like this why i wanna change myself يعني i'm enjoying it يعني if i work i'm happy ادي اولادك بعلمك تكون طفس لحالك طير بحس هالطفل بداخلي عم بيتحقق اشياء معهم so yeah i love them i love spending time with them i slow down with them بالظبط انت لما كنت صغيري حصيتي شوي كبيري او بتفريق بس من اخوكي او من اختي من اخوكي اظن it was in my mind يعني i had this conversation with my mom and i had a podcast with my mom يعني وحكينا عن الموضوع انو i always felt لانو انا الكبيرة بالبيت وحتى اليومين هاده بحس انا الامهم ام لامي و ام لابي و اخواتي بحس انا المسؤولة عنهم it's a feeling i don't know why ما بعه كل واحد كبير بالبيت بحس به الشعور ام´ قلت لها انو كنت دايما بحسها انها ما تحبني كنت حسها ان تحب اخواتي اكتر مني و دايما اه خلي اخوكي خلي اختيك ليش انا يعني انا ويرى يعني أنا بيني بالصورة ويرني بالصورة لكنها قلت لي أنها كان فقط شعورة وحتى أنا كانت أولى في حياتها كانت تتعلم أن تكون أماما الآن أنا أفهم نعم الآن أنا أفهم إنه عاد شيء ما يحدث كنت أثناء أنا هنا أنا هنا أيضا أنا أيضا يدرس و يشتغل كمان so I was with my grandma that I love so much yeah but I am now I'm so grateful for this life I know you can a lot of people know that your story I just bd y wصل la sqal anu kif ham t'amal mga ulaadik hala ijaeke ismala l-walad taini ana ba'arif Amir Amir Zain kif yani ka am kif ta adi amru Zain Zain amru 18 ari amir I wanted him so badly you can't imagine so I gave him all this love even when he was in the knee كانت هذه الناس جداً جداً هو جميل من أحبه حتى عندما أتحدثه فهي هكي يحقك يحقك هو جداً معبر كثيراً حتى عندما أترك فأنا أعطيه أعطيه فهي كثيراً في زين بحسه عصبي يعني عصبي و بركت أنا كثير كثيراً بالحمل تابع زين مريت بفترة كثير صعبة لذلك بعضنا أحبه بقول أنا لعني مشان يكون شخصيته هيك بعدين بدّ لما أشوف فيديوهات أنه الصبي الثاني دايماً يكون مثل هيك يعني فوضوي مستقل أكتر ومش فرقة معه كثير ومش فرقة معه يعني ومش فرقة معه يعني عندما تحبه يقول حسناً عندما تحبه لذلك هو مختلف بس أضي جربة ما تحسسيهون ما بحسسهم ما فيه مختلف والله بحبهم يعني هم محبتي بعضنا أسألني أنا بحب أمير أكتر ولا زين أكتر لا أستطيع أن أسألني يعني هم هيك عيوني اللي بشوف فيها الله يحفظهم ويحفظ أولادك وأولاد الناس العالم كلها يعني بس يا بحسة زيني غير من أمير كثير بس يعني الساتو صغير يعني ما بعرف هاي الغيرة تبعا هي ممي نعم تعلم تب خبريني شو في شي معنا هدا السؤال هكت تقليدي أنا مانا ما بدي يكون مقابة لسؤال وجواب بس شو في شي جديد عم تعمليه أنت من الأشخاص اللي تحديت العالم لتنجحي يعني يعني رغم أنه هيك يعني حصيتي بتذكر لما قلتي له لأمك أنه أنا رح أجيب البكالوريا حتى لو ما كنت بالمدرسة عندك إنه أنا رح أغير مدرسة أمي كنت معلمة بنفس المدرسة وكتت تحسي أنت ما بدي تكون بنت الأستاذة بنت الأستاذة وعندك أي أدفانتج بهيدا الموضوع فرحت أغير مدرسة ونجحت بالبكالوريا برافو شكرا و السوشال ميديا بالنسبة لك يعني مهنة ولا تعبير عن الزيت وعن يعني عن مشاعرك وأفكارك أنا السوشال ميديا بالنسبة إلي رسالتي بحسها كتير رسالتي أحيانا يعني كيب أسكن ميسلف إذا كنت أفعل ذلك لأعمل أمي أحب ذلك وأعجب ذلك وأعجب ذلك أنه أنا لما بديت بسوشال ميديا ما كان في ميديا كان أحب أحب الكاميرا أحب الكاميرا أحب الكاميرا أحب ذلك أحب ذلك كيف تتجربة حسها أنه أنت بديك تكوني تفوتي على هذا الموضوع لأنه فيه شهرة أو فيه أحب كان فيه شيء أنني أردت أن أشارها مع الناس أحب ذلك وي لم أتوقف إلى الان لم أتوقف أو شيء كانت وثالثة عام شو اكتر صعوبات لقيتها بهيدا المجال؟ صعوبات لما تبدأ تكبر صفحتك ولا يعني عندك مسئولية اكبر بتصير محدود ما تقدر تحكي في كل شيء العضواء عليك اكتر؟ رح يصير عندك مشاكل ايه اذا حكيت سياسة ولا حكيت دين ولا حكيت رح تحط نفسك موقف صعب وحصلت لكتير ناس يعني هيك مؤثرين ولا صنع محتوى so yeah I'm being really careful sometimes I just wanna oh I wanna talk I wanna express myself ان شاء الله منوصل لهالشي انه خلاص كل واحد يقول رأيه مثل ما بده exactly yeah I wanted this not to be josh مش هيك انا بحب هذا يعني بحب البودكاست بودكاست وما بخليه فورما معي يعني بخلي بودكاست is the future لانه بتحس حالك مرتاح بتحكي والله بحكي مواضيع and I was like and when I finish yeah did I say that يعني بحكي بحكي بدون limit يعني I don't يعني ما بخاف من شي وحمد الله يعني كل الناس اللي بتسمع البودكاست حساب ناس يعني they know what they want حتى now I don't listen to music in the car I listen to podcast amazing yeah podcast Amira thank you so much for coming to my podcast كتير مبسط فيك ممكن نضيف شي اه تفضلني thank you so much لانه حسيتك هيك كتير يعني تيرابيست وحمد تسمعني واسئلتك حلوة وحتى your eye contact your energy thank you so much for having me thank you yeah I'm so honored to be here yeah same here thank you thank you so much ciao